اليومية الثامنة الخطبة الأخيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إرث عالمي السلام مرحبا بكم في قناة الهيبراهيميا تيفي القناة الفرانكوفونية الأولى للفيدة التجانية أيها المؤمنون الأعزاء في هذا العدد الثامن من سلسلة فيديوهاتنا استعدادا لمولد النبي للعام 2000 وعشو عشوشي وبينما يزهر الشهر المقدس من ربيع الأول حولنا نغوص في أجواء من التأمل لنتذكر أحد أكثر اللحظات تأثيرا وسموا في تاريخ الإسلام الخطبة الأخيرة للنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي ألقاها على جبل عرفات خلال حجة الوداع كان يوما مشرقا مليئا بأصداء الأرواح المجتمع آلاف القلوب تنبض في انسجام منتظر بشغف كلمات رجل أعاد تعريف معنى الإنسانية في لحظة من النعمة وقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام أتباعه مواحدا الأرواح برسالته عن الحب والسلام والإنسانية يا أيها الناس اسمعوا قولي وأفهموه جيدا لأني لا أدري إن كنت سأراكم بعد هذا العام هذه الكلمات المحملة بالعاطفة والعمق ما زالت تتردد حالة في قلوب المؤمنين تذكرنا هشاشة الحياة وأهمية كلها من هذه الخطبة الأخيرة دعونا نستخلص هذه التعاليم الأساسية التي يجب أن تكون مرجعنا في حياتنا الدنيا واخر المساواة بين البشر في وسط الحشد أعلن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوة هادئة لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح حديث مروي عن الإمام هذه الكلمات تتردد كترنيمة للإنسانية تدعونا إلى تجاوز اختلافاتنا وإقامة روابط الأخوة والاعتراف بأن قيمتنا تكمن في قلوبنا وفي قدرتنا على الحب والخدمة مولانا الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه كان أيضا يردد هذه الحقيقة في تعاليمه حيث شجع أتباعه على بناء مجتمع متماسك وقبول كل فرد كأخ أو أخت بغض النظر عن أصله الإسلام بحر وكل روح قطرة ماء ثمينة في هذا البحر كان يقول مبرزا جمال تنوعنا حقوق المرأة في لفتة مليئة بالرحمة خاطب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرجال بنداء مؤثر استوصوا بالنساء خيرا هذه الرسالة التي لا تزال لا تتصدق في قلوب المؤمنين تذكرنا بكرامة المرأة والاحترام الذي يجب أن نوليه لها الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه كان أيضا يدعو إلى تمكين المرأة في المجتمع مشددا على دورها الحيوي في تنمية المجتمع كان يقول المرأة المتعلمة نور يهدي الفروح ثلاث العدالة الاقتصادية أعلن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحزم كل رب موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذا التصريح ليس مجرد قاعدة مالية بل دعوة إلى العدالة والأخلاق في معاملاتنا مولانا الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس رضي الله عنه تبنى هذه الشعلة للعدالة الاجتماعية مذكرا بأن الثروة يجب أن تكون وسيلة لرفع مستوى المحتاجين كان يقول اليد التي تعطي أكرم من اليد التي تأخذ السلام والأخوة أخيرا في نفحة من الحب اختتم النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خطبته بكلمات ملية بالحكمة اتقوا الله في قلوبكم فهي مرايا أعمالكم حامل الفيدة التجانية مولانا الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه تردد صداه مع هذا النداء حيث علمنا أن الروحانية الحقيقية تتجلى في علاقتنا بالآخرين كل ابتسامة وكل لفتة طيبة هي إنعكاس لإيماننا رسالته عن الحب والرحمة تدفعنا لبناء عالم يكون فيه السلام أساس تفاعلاتنا إن الخطبة الأخيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر من مجرد خطاب إنها وحي خالد ودليل يتجاوز العصور وينير طريقنا وتعاليم الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه تسير على هذا النهج داعية إياهم لتجسيد هذه القيم في حياتهم اليومية ليكونوا منارات النور في الظلام أيها المؤمنون الأعزاء في تأملنا لهذه الخطبة الأخيرة ندرك أن كل كلمة وكل جملة هي جوهرة ثمينة في عقد إيماننا هذا الإرث العالمي ليس فقط مسؤولية بل دعوة للعمل والحب والمشاركة وبناء جسور بين القلوب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في هذا الشهر المبارك من ربيع الأول دعونا نجدد التزامن بتكريم هذا الإرث والعيش وفقا لهذه المبادئ من الحب والعدالة ليكن طريقنا مضاء بنور النبي محمد صلى الله وسلم وحبيبه مولانا الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه ولتظل قلوبنا تتردد دائما بنشيد الأخوة والسلام بجاه مولانا الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس رضي الله عنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته